أدى رواساء اللجان الوطنية لمشروع الاستثمار الجهوي لصمود المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا واكا صباح اليوم زيارة لبعض الشواطئ البريتانية وقلال هذه الزيارة تلقت الوفود القادمة من بنين ساح العاج ساوتومي وبرينسيب السنغال والتوغو شروحا مفصلة عن الاجتراءات التي قامت بها وزارة البيئة من أجل تثبيت الرمال مع المحافظة على الوساط البيئي وقد بينت المداخلات التي ميزت هذه الزيارات الاستطلاعية لشواطئ البريتانية أهمية تنويع وتطوير التعاون بين بلدان اللجان الوطنية المشروع والمضي قدما في بحث وتفعيل آليات المناسبة من أجل بيئة نظيفة مع شواطئ منتجة تسهم في تطوير اقتصاد البلدان المنضوية تحت لواء المشروع